بعد الإعلان عن اتفاقية أوكوس اشتعلت حرب تصريحات بين فرنسا وأمريكا وأستراليا خلال الساعات الماضية على خلفية إلغاء الأخيرة عقداً مع باريس مقابل آخر مع واشنطن وأعلنت فرنسا أنها تشعر بالخيانة معتبرة أن أستراليا وجهت لها طعن في الظهر وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراراً مفاجئاً على طريقة الرئيس السابق دونالد ترامب كما طالب وزير الخارجية الفرنسي أستراليا بمزيد من التوضيح حول تراجعها عن صفقة الغواصات مع بلاده فيما اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية تراجع أستراليا عن عقد شراء غواصات من فرنسا أمراً خطير أما الصين التي تبدو المستهدفة الأولى من هذه الاتفاقية فقالت إن التحالف الجديد يهدد الأمن والسلام الإقليمي ويكثف سباق التسلح ويقلص الجهود لتقليل انتشار الأسلحة النووية من جانبها أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أردرن أن الحظر الساري منذ عقود على دخول أي قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بلادها سيسري على الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها أيضاً